السلام لغزالات اميرتي الفنت اللي منوريلي الحياة نتمنى تكونوا باخر غزالات ديالي اليوم تبغوا قصة ولا جوج؟ خليوا لي في الكومنتر إلا حمسوني بزاف نقدر نضي لكم قصة دابا وقصة العشية المهم ما زيج نطول عليكم كثير وندخلوا مباشرة في القصة اللولة ديالنا ايو يا البنات متئاسية واليوم ما جيت نعود لكم حكايتي ونقول لكم قاحدة كشير جرالية ونبدأ لكم حكايتي من الأول تزاديت وكبرت في حائلة متوسطة الأب مضاف وممتي ربس بيت كنا بنا ثلاثة ديال الخوط جوج ابنات ودري واحد الحمد لله كنا عيشين مزيان ما عندناش ومخصناش نفس الوقت والدينا كانوا يتقاتلوا على ودنا كانوا يحدوا الضغمة من فمهم ويمدوها لنا ما عمرهم خلاونا محتاجين لشي حاجة او نقصوا علينا شي حاجة من الأشياء الاساسية المهم انا كنت كبيرة في الخوط كنت مسؤولة من صغري كنت أعرف كل شي وممتي وخاة كانت في السنطر ولكن كنت تعلمني الشقة والتاويل والطياب كنت لحظتني على الجرح ومشي حتى كبرت الله مني كنت بازالة صغيرة وفي نفس الوقت كنت قرام زيان كنت دخلها سوق راسي بلا قياس عرسوا هذه البنت اللي تخاف غير من جنابها انا اللي أصبعني شي واحد بغير من نمرة تليفون ما عرفش كنت كان خاف بزاف ما كان بغيحت شي واحد يبرزتني ويقولي حتى نص كلمة وكانت كبير حتى الحمد لله اخذت الباق ديالي ومن مرة قدرت لافع قدرت القانون كل سنين وفي هذه المدة كاملة كانوا فيها الخطاب ولكن كل مرة يكون شي مشكلة مرة ما كنت تفهمه مع الناس مرة السيد يكون غير مناسب مرة حتى نقوله واخا وما كنت تعكس الأمور مهم الأمور مهمته سرعت ومهم هذا الشيء مكمل ومتقينه حتى نص كنت تعكس وعشرين عام في هذا العمر كنت تلاقيت معه واحد السيد كان يعمل معي دري دريف ويحمل له الدار ومعلم كيف يبني قلت لي صراحة الأمور كان قلت لي بغتك المزواج كان جعل الواليد ومهم كل شي كان يصبح مراهب شهرين كنت ندرنا بستاق ومن مراهب شهر كنت ندرنا لعرض ديالنا ومشيز أناوية ما سأقول لكم في النهار الأول كان يظهر واحد المشكل الكبير أن السيد لم يقعد نهائيا يقيسني أو يبصل لي دوزنا ليلة الأولى ليلة الثانية ليلة الثالثة حتى كنت أكملنا عشرين يوم فذلك الوقت لم يكن أن تنصبر وكان يجبني ضروري نهدر مع شيء واحد الكبير مني شيء واحد يقول لي بالضبط أشنه هو المشكل حينت لأن الراجلي ما كنا نعرف بالضبط أشنه هو واقع الراجل كيقول أنه ما عمره وقعت لي هذا الحالة وهذه أول مرة حتى أتصلت بأمي أمتي قلت لها أن الأمور كاملة مصر لأنني لم أكن أردت أن تنظر في موضوع هذا لأن هذا موضوع حساس لا يمكن أن تتعني الرجل في رجولته حتى أمي أمي أردت ماذا يوقع ويقول لي أمي ماذا الراجل كان عادي وليس لديه مشكلة ويقول لي عندك يتقفوه نهار إن لم تكن أمي وليس قلت لها وحتى شي حاجه ما تسرعت وحتى الراجل كم شاهد الهدراء قال لها الخوته وقال لها الميمته ووقفوا معه مخله وفي نجره وما وياه والو قدرنا جميع المحاولات وحتى شي محاولة ما بغا تستقل بقينا هاتلك تقريبا واحد اربع شهور حتى قالوا لي نخصكم تمشوا عن طباب يعني يقدر يكون هذا الشي ماشي يعني ماشي ديال فقهة او ماشي تقافي يقدر يكون طبي مشينا عن طباب طباب حتى وما در معي حتى شي حاجه مهم سيد كان عادي كيف كيبغي يقرب ليه ما كيبقى شقد نهائيا سافي دوس انا وياهام فاش عرفنا المشكل ما بغا شي تحل تافقنا اننا نطلقوا وكل واحد يشط راقوا لان الناس ما اخذت هذا القرار كيف مكتلكم حتى حفولي نرجلينا ما خلينا حتى شي بلاسا ما قالوا لش نسيروا ليها وما مشيناش ليها اللي كنسمعوا اه كي الدار كنديروه والطباب لي قالوا نعلي كم شو عندو لطبا نفعو ولا فقهة فادونا ما في تمات فرقص انا وهذاك السيد حسنا كنتم شعلكم لو حتى المشاكل والحلاقات دينا توطرت بزاف ودخلوا فيها العائلة وكوبشي ولكي هضار وكي يلغط وهو مرضى شو ما عجبوش الحال كيف مكتلكم في الاول موضوع حساس وانا كنت بغيتو يبقى غير مبيل العائلة ولكن شوفي غير كتتخرج الهضرة من عندك كتدير بوم كل شي يستقل لها الخبار سافيت فارق صمحة ورجحت لدارنا كيف ممشيت نهار الاول ما خاسرة ما رابحة ودوز تقريبا واحد العام وفي واحد نهار جو في الخطاب كان جاني واحد سيد في اسبانيا سيد اللي عمر هادار درويش كيف ما كنقوله يعني خدم زيان ما نقص حتى شي خير سافيحة التخطبت والأمور كاملتي سرعت وعجبني الحال وكنت نوي مع الزواج والنهار اللي غدين ديروا العقد جازت عندنا واحد سيدة وقلت لنا هذا الراجل رفيت مزوج وانطلقت قريبا 4 او 5 مرات كانت تشغيل اللي عرفت هي اما هذا الشي اللي ما عرفتش الله اعلم به كانت كل عام يجي للمغرب وهذه هي حرفته كانت تزوج بالبنس يدوز فيها يدوز بها فترة وكيمشي ويخليها هنا ومن بعد كيتلقها وصف يعني كيتدوب حالك يدوز معدكش هالعسل وكيمشي ايوا فاسمعنا هذيك الهضراء درنا براقص من هذيك الزواجة وكنت صحية للسيد وقلت له غير سمحلية ما نقدرش نكمل هذي الزواجة فالترقى قال يهو كيف يجب كيف مسمعت mi قال يهو كيف هل من المشي evapor في اللي لم تكن بغيت نقول له ولكن عندما قلت له ان ارى السمعت احد الهضراء وهذه الناس عشو كيف قلت لي وعشن قعلوا لي وقد كندبتو عليك قال يهو انا حقا كنت مزوج وانطلقت احد مرة ولكن ليس حين تكون بغيت نتفلل حين هذيك الناس كنتزوج بها للم تنبغيش نستق قلت له هاذه هذراء الكونات صدقها وكيف ستمت لقوه احدة ولا جوج قلت له اويله اللولا مصدقات والثانية مصدقات والثالثة مصدقات والرابعة مصدقات والله اعلم ما حال باقي اني لا اعرفه قلت له اسمح لي يا ولد الناس انا لا يمكن لي قلت له انا فمتي اني المرة اللولا اطلقت لا نستطيع انطلقت حتى المرة الثانية اللهم انفرتك وشكوا لا دهب اصلا في ذلك الوقت كنا دمنا الخطبة الكبيرة والناس كامين ساقوا لي الخبار عني اني صافي هاديك النهار سنطيح لعقدر وانت اقلت واجدت ايشوا ايش وانا او تاني رجعت لخدمتي عادي كأن شيئا لم يكن وبق نهاكا كمدة ايوه وانت تيام وانت امت حتى تساعده عشرين عام وفي ذلك الوقت كنت اتلاقيت مع احد شاف الانترنت عايش في الطاليان دريدرياف والله يحمرها اضار على ما كيفان كنت كنت ان اضار محا في مواقع التواصل الاشماعي من بعد كنت انت بدلنا نوامر وانت كنت انجمعها تقريبا ونهار ومطال وانهار وطال الوقت ونعمل ونحن بغمش للدرف واسطدار في الليل يعني كنا كنا نتواره تقريبا 24 ساة لى 24 ساة السيد حماقيت عليه وحماق عليه من النهار الأول وحوطلوا له حكايته كامله قلت لاني مزوجة المرة الأولى وخطبوني المرة التانية واني تستراتش الأمور وانا راه باقي ابنت يعني ما عمرش لواحد دخل بي ليس لازع ما كانت شي حاجة لان راهكم عارفة المشكل اللي وقع في الأول لم يكن لدي المشكلة و إذا كنت تجد المشكلة و إذا كنت تجد المشكلة و إذا كنت تجد المشكلة صفحة هذه كنا تتفقنا على الزواج و قدرنا أنه في الصيف هذه العام لن يدخل المغرب سوف يأتي لدارنا و يخطبني بشكل رسمي و سوف يأتي لدريب صداق و العرص لدينا لكي يمشي في حالاته و يقبلي الوريقات و الوقت يوجد الوريقات يأتي لديه و أنا كنت فرحة و عجبني الحال و أنا كنت تحربت عليه في شهر 12 بقيت كنت أدار معه من شهر 12 حتى لشهر تقريبا 3 أو 4 ثم أخبرني السيد أنه سوف يأتي في الصيف سوف يدخل بيه و سوف يمشي لدارهم و نسكن مع أمه يعني لا يمكنني أن نسكن في دارنا و يجبني أن نقلس من الخدمة و أعلى نصرف عليك و أريد أن أحضرها لك و هذه الهدرة كاملة و أنا لم أعجبني حال و كنت أخبرني سمح لي لا يمكنني أن نكمل في هذه الزواجة أنا خدمتي من السحين و نفرط فيها و لكن لا تحصلنا لدي ما في حياتي و لكن لا تستطيع لديا إذا كانت لا تستطيع لدي ذلك و لقد عجبت بالأسقل وأنا كنت أعطى لديك حياتي كل و هذا ما تحرطي فقط فهو سوف يدخلني و هذا ما أخبرني قال لي أنت لا تتقش فيها و أنت تقرنيني بأحد أخر أنا ليس في حاله و أنا أريد أن أفرط فيك إذا لم أضعني شيء في نفس المرتبة التي أضعك فيها أنا وهذه الهضراء التي يقولون الرجال كاملين مهم بقى يكون لها راسي بالهضراء و يكون لها راسي و يكون لها راسي و يكون لها راسي حتى يقلعني و قال لي لا تخافي أي شيء أنا معك و أريد أن أحمق عليك و تصرفاته كانوا يبينوا هذا الشيء لأن في خلال هذه الفترة سيدة رغم كراشي يجب لي الدنيا و يحطى بني كان يقول لي غير تلبي غير حلي فمك على شيء حاجات و يصل لك حتى الباب الدار و كان على بره و بعد المرة كانوا يحطوا شيء حاجات في المغرب يقضيها لي من ثمة عندما كانوا لديهم المعارف وهي مهم السيدة كان فيها هذا الشيء كامل الذي كنت أحلم به و كتر و كانت تفهم الوضعي يديالي صافي هي هذي كل الناس يدوينا و اتفقنا في هذه المدة كنت أعطيته الرقم لأب ديالي كانوا معه في جوء في هذه الأخر ديال شهر خمسة قالوا رغم ينزل إن شاء الله في الأخر ديال شهر الساو كانوا معه في تليفون ارتاح لي كانت تحررتوا على أخي مهم بدأ هذا التحارف ما بيننا ما بين عائلتي و ما بينهم و ارتاحوا ليه الوالد عشان نقول لكم شكالاته الله يعمرها دار و درويش تعمال واحد درجة كبيرة صافي الأمور تسرعت جسيد في الصيف كيف دخلت قريبا واحد سمانة و الجد الأمور دياله يسر كل شيء و أصلا كان عالم مو عامل عالم أخوتي و أنه سيأتي و سيأتي و سيأتي يخطبني قالوا متعرفت على واحد من الناس يسروا الأمور ديالهم و شو باش يخطبوني وجدنا على ودهم ما خلينا محطينا نهار الأول الناس كانوا كيف يعمرها دار الأمور كاملتي سرعت و هو أصلا قبل ما يجي كانت تفاهم معي و كانت تفاهم حسنا على الوالد قالوا في هذه المدة التي سنقلس في المغرب سوف نطيح العقد و سوف نطيح العرس كبير و سوف نطيح معي يعني ما سوف يبقى عندكم و أنا كان علمني بس صافي نعلام الخدمة كي نقلس و أنا كانت موافقة و فعلا هذا الشيء اللي كان كيف جاء دوزنا هذيك الهضرة الأولى أو التعارق ما بالهائلات من مورها مباشرة نشينا و طيحنا العقد و من بعد هذا الشيء بدينا كن وجدوا العرس و سيد كان جيبوا متقوب لا يوجد شيء اللي كان نحل عليها في أمي و يقول لي عليها لا تريتر اللي بغيتو حضروا لي نكافة اللي عجباتني خلصها لي أنا لم أحضر شي دي فجيبي لأنا لعائلتي سقريبا العرس كامل هو اللي يتكلف به فتحضيرات دي العرس كنت كنخوش أنوية الرأس في الرأس أمو مع مرة خرجت معانا و دخلت للصف و دي ما كان كي يقول لي إلي سولات كمي على العرس قوليها انتي اللي ذرته و أنا ما كنت عارفة بالضبط لماذا كنت يقول لي هذا الهضرة أنا لم أكن لدي المشكلة و كنت فرحانة و حتى هذه الفيكرة التي ستكون مع امو في الدار لم أكن خلعاني حيث كنت بعقلي رأي درية صغيرة يعني داية و جايبة في الزمان كنت أعرف كيف نتعامل و فوق من هذا الشيء كنت حويتها أنا كنت لكم في القصة من هذه اللي عقلت على رأسي أمي مدخلاني الكوزينة تخمأ الكبير كنت قضية في الدار يعني كنت حارة و كنت أقول رأي مسألة وقت و إن شاء الله يكون خار يعني أنا لا أستطيع أن نتعطل كثيرا و لا يوجد شيء مشكلة و من بعد درب السباق كنت قدرت أن رأي دخلها حيث كنت أخاف كثيرا خافت لها في العرس ترتي لنا شيء حاجة يكون عقوسات هذا الشيء لك فضلت نحييضها و الأمور كام و رأي داية مده داية مده و من بعد كنت رجعنا في حالاتنا قدرت ثلاثة في داره و من بعد كان وصل إلى الوقت اللي خاصو يمشي في حالاته أمشى و خلاني معا ما يمثوا أنا أحسر هذه اللحظة كنت طائرة بالفرحة و قاع هذا الشيء اللي كنت أحلم به ألقيته قبل ما يمشي كان لديه مبلغ و قلت لي أحسر شيء و قلت لي و أصبتها لك اللحظة التي تقلتها فمك يا بنت الناس تصل إلى حتى لديك حيث كان عارفني أني نجلس من خدمة و أنا كنت أخدامي و عندي السلائر ديالي يعني السلائر ديالي كان مكفيني و مزركشة الخير و الحصول هي كيف يتحدث السيد بدأوا المشاكل و السطاعات بالصح هذا الشيء اللي ما أمور اختر لي في بالي و هذا الشيء اللي ستسمعه دابة في كفة ثانية أنا ما أمرني ما ظنيت أنه بقي لحد الآن الناس في حال هكا أيها اللي العقوزة اللي كانت كذبين كيف المالك طلعت أكبر شريرة وأكبر استقرامة في العالم كيف مشارج لي و أدار أخوات حيدت البطل الدوش مشيت نقصة الماء يعني الماء فشكيت كوم روبيني يردعته كيف كيف النقطة يعني كينزل بشوية الشيء اللي بغت و أعرفوا هذه البلاكارات يطيحوا بقوة القضية اللي فيهم لأنها أولادة تقريبا كاملين في أوروبا كان عندها واحد في اسبانيا و بناتها في فرنسا و أحد رجلي أنا في الطاليين كلهم يتقدم و كلهم يسافتوا الخير اللي يسي دربي من غير الفلوس اللي يسافتوا لها هذا الشيء كامل والكوم الثاني هي الوقت اللي بغيت نمشي نتفرج في التلفازة و ألقيتها محيدة الكابل لدي التلفازة كي اشهد الحجب لأنني لم تتفرج فلن أخذتها و قلت لها قلت لي التلفازة و ساعة في النهار و نضيع الطق أنا في الأول و قلت أن اشهد الحجب و أشهد الطق و لكن هذه الشيء كاملة لكم و في النهار سأريد أن نصب و سننخدم و سوف تقوم بصابون سأخذ صبون لدي هذه الماكينة لا أخذتها و كيف و لم يضعها قلت لي لديها لديها هذه اللي بنا و أخذت في الدخول يزور الوقت في القراج حيث تروي بين اللاعوينه و أخذي مازجومة و أخذيها اللاعوينه وكانت بعيدة قليلا على الدار وكانت تخذ منها الماء لن تضيع الماء للدار وهذا الشيء كامل على جوش ريوتات يعني ليس تصابون الكبير من الطلاع ماء والزرابي وما نعرف لا لا جوش ريوتات يعني يستطلوا ونسلوا جسطولة قلت لك جسطولة لا أخذتش تخذوا من الماء لك لا أخذتش تخذوا من اللعوينة تذكر الماء فابور أنا تصدمت وكتلاخلتي ومنيتك ومش أنا أخرج ندرتي وعلى بره قلت لي يا سافي سافي أنا غا نعيت الجوهارة تديرو لي وفعلا نعيتها تلك ابنتكتها وابنتكتها خرجت هزت تيو عادي ومشت العوينة وخشيته في ذاك الروبيني وجابته حتى القراج وحتى تولية أنا تستانت لا أفهمتش لا أريد أن تفهمني أي شيء بكتغير نشوف في ذاك المنطر مهم شفت حتى عييت أنا حتى لم يكن لدي حميجة تكتار رقتهم في السطل بجيس كنصبر فيهم كاركور دي السواب كاركور أنا لم أكن أعرف ما ندير صبا تلك الأعجاب وانا ما نقول لكم شدني النخصة في قلبي حينت بزاف دي المواقع ولكن هذي جابت لي تمام يعني كنقول مستحيل تمام مستحيل أولا مكينة أوتوماتيك ما تتخدمش حينت كتضيع المودة مهم كملت تلك الصابون طلعت في حالاتي طالع لي الدم هزت تليفون عييت الراجل قلت له apostle قال لي كانت تحاسب معي على انقطة الماء من غير الماكلة الخبزة كانت تحاسبها على ثلاثة انا طرف وهي طرف انا لا كنت اكل بالسعر بل حق العقوزة ركبت فيها البينات الهي مري تخيلوا والذي يجب عليها هذه الخبزة قليلا واخرى لكن كيف يجب عليها قليلا كنت اكلوا كيف قدرني الجوع كانت ستاجين كانت ستاجين كثيرا بطيطة وخميزة طريفة طريفة تلحم كيف نتوفة تلحم لذيك ساعة مريقة و مرقة على الشيء تقول لكم اشغل ناكن و اعرفت هي تقسس هذه المرقة تقسس الجنب ديالها لا تقسس بطاطا لا تقسس في خيزه و ادى حاجه و هذا الشيء راهم شي مشكي لكم كانت سيدة ما في حالها عشنا نقول للدنيا هانية و انا كنقول لكم ضربة غا تطيح بقوة قديالي عندها را كيني شي حويج لانا مأكد غا يكونوا غير خاسرين يعني بقوة ما هم مخبين غا يخسروا يعني البيموات الشوكولات الفرماج الفرماج الحمر لا تقسس لكم اعطي هذا الشيء كامل الذي يجبون بناتها يبقى غير محطوط و غير محطوط الشيء واحد ما يقدر يقرب لي و هذا الشيء بالساروث انا تحب لك تحلي البلاكارت والذين اللي بغيتين لا تخذ الكوزينة او بات ندير شي شهيوه او بغيت نطيب الغضاء او شي حاجه كتعبر لي هذا الشيء بالمعالقة قبل ما تغلق كانت تحط لي معالقة اما النهار اللي غلقت والذين كانت تضغل كوليستيرون بلا ما تاكلوه و في واحد نهار قلت الكاللا بغيت الحوت مقلي قلنا ليها واخا عايتت البنت اختها و قلت لها سيري الله يردع ليك ابنيتي لما زيبلينا شوية الحوت مشاد جبت لك السرديل ما كان معا حتى شي حاجه ايو واجهت قلت الدنيا هانية نت كانت تعاون معهم في الكوزينة جبت كاز ديززيد باش قليبه انا بكتغير كنشوف هذهك بنت اختها حين تمول فاها ماذا بغيت ما تكلمات ايو اخوينا هادا كاز ديززيد في المقلا بقام لها قليبه اليا انت اشعر ايضا حتى نقليها حتى نقليها جبت كاملها و كاملنا بشغلتها في الدنجال و الفلفل انا نظر بكامل المجتمع بان كاملنا بضي ايضا كامل ما بقى نفسها وبالتاخل في اخوه انا كنت اولا على ان اكلت كان بدوننا ج تأكلي الحوت عندما قلت لك الحوت وكذلك الزيت تحرقت وتحرقت 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 هذا الشيء لا يوجد ميت وهي ما البنات في شهادة غير لمحة على العقوزة سأكمل لكم قصة بشعار فني بالطبع للمشاكل التي عيشها فيهم المهم لكي تكون قد أعطي العقوزة ويوميا كنت أشكى علي وقال نرى أمك رح تأتي العشرة وانا لم أولفاج في حال أحد كيفية تأتي لها بصوائع تليفون دياني قم قنضى أعطيها ؟ قد قلت الآن هو شئ اللفون وإلى من أمرها مدرقة وتلالت بالأكس ؟ طوال يعد به Semпass قلت قليت وقلت عليه THAT'S not the most هكذا يعرف أنهي وقلت لكي قلت لها وقال لي ايه واطلت سبرستي معها مخك ومي وفي امرة كبيرة ولم تدهج فيها ويقلت لك الخروجة وقال لي هذلك الشيء اللي بغيته وقال لي أزاله ليك الهاتف لده نهار الأول لكي نخرج لديك الشيء اللي بغيته وقت لي وقعتني العقوزة شبهات فيها الميار وقلت لي انتباك الله قد قد غضرها وما أنا امتبع فيها الحالة وما عجبني شو كنت مشيت وتشكيت أوتن الراجل قالت له ما قلت لي وهو ما قلت لي قال لي ما تصلبِ لما تصلبني ونقول لي في مستقبل وليس فيه ما قلت فعلنا هاك هاك ما قلت ولكي لمشي هاك ما قلت لهشانشة كان هز راسي ونمشيني اخوش في ميلا ما نريد أحوه ولم ألدتيو تقول لي مالك يتم قوية مال خيطي يجب الزناقي اشانو عندك في هذه الظنقة لقد تعيطني وقد تعريشوا عليها في الول ما قلت له باتداء كلامه ولكن من بعد وليس يقول لي ليش؟ يقولون افلا انا خارجة مثلا انا غير نشري هادي ولا اخصني هادي ولا هادي كيقول لي ايها ما تبقى تقويل خروج بالساف دارنا نهاري كمشي علي عندهم نهاري كحل استيدك مني كمشي وهي معيطها لولدها لولد كل شوية كحيت لي فنية هادي مما يقلت ليك مما قدرت ليك مما يفعلات مما يتركات كنقل اسمها دارنا نهار بالحساب وكنشوف حتى نعيو كنرجع في حالي حسما كونش قده على السطح وامو كانت خطيرة ومن الحبة كتدير قبة تبقى لك المشكلة لشي حاجة اللي بسيطة وما كيناش مهم بقيت صابرة صابرة احتصافي فاض بيا يا البنات وخاصة ان الوراق تعطله مع هاتش دي الكورونا وهذه المشاكيل انا ما فهمت بالضبط اشنو طاري مهم فيما كان قول راجلي على الوراق يقول يا بلاتين ان شاء الله يكون خير من هالي تزوجنا ما كلاش نهائيا نزل المغرف فيما كان قولي انت جايك يقول يا ان شاء الله غير يخرجلك الوراق ونجي باش نديك وغير صبرية وما يكون غير الخير وهذه ومهم يرقضني بهذا الكلام لدينا العيدة الصحكمية من هذه الحياة حسنا ما كنتمه عليكم علاقوزة وما كنتمت بسط الأشياء حسنا من الفلوس اللي اتصافت لي الراجلي وما كنتم تقوم بالسناع و نفعلني العديد و نمضيهم لها وما كنتم تقريبني ماذا نياجد في الفلوس وما كنتم تحسن معي للحواج يقل بس وما اتكين يقرر الحواج أن يحلو الخيارة و يخطني و المحيدة عن مي واتبالت ويستطيع ان تبدل المشاكين والاسطاعات بأي وسيلة كانت حيث انا ما كان بغير نسمع كلامها انا ما كان بغير نخرج لعوينه ونسقل الماء واننا عدنا الماء في الدار لعوينه يديرها الناس هكى اللي ما عندهم شلمة ليس الناس اللي عندهم الماء وانتين عندك الماء وانتين تزقي من اللعوينه وانتيني عيب كانتيني حشومة ماشي انا اللي نديرها ما تربيناها هكاك وما كبرناها هكاك اعرفوا ان البنات رح بزاف ديال الحاجات اللي اداجي تعودتهم لكم غادي تصدموك رح استي درام سطيها لحطريها بالحساب كل شي عنده بالحساب كل شي كل شي وانتيني بقى لها غير فاشحة طاجين تدهز واحد الميزان وتقسم لي ندلك شي كل واحد وحقه الخطيرة هي انها ليجوا الضياف شانها ليجوا الضياف كتحليك هذه البلاكارات ومكين لك غير شي هوات وتتعمر لك هذه الطبلة تسافي زغوليها الطبلة غادي تريب كيف يمشون الضياف تشددك شي كامل وكيف تضعه في الفريقو سيمانا انا كنا نأكله في الشياطة وخبزة عبادة تضعه في الفريقو وكتبت جباد فيه وتفوره وتضعه لنا ناكله والله هي مدعجن ولا اجيب لك نص خبزة من الزنقة ولا تطيب لك شي مرقة نهائيا تأكل هذا الشيء انا البنات عييت ومليت وعندها دراجلتها الراجل كنت شوف انا لم تبقيتش معها حيث من غير هذا الشيء تقريم مكره لا تحجبها للمشاكين ومشاكين يقولوا اسمعني يا ولد الناس ما دعم الوراق لا تخرجوا دعني انها ستيطي ومشي لدارنا ويقول يا لسي ستيطك ومشي لداركم ومعتبر اللي بيناتنا سالة يقول لي بلما تبقيت جبنيني هذا الموضوع سوف يقلسي وخلي الأمور تمشي بلما نبقى نعكسه وبلما ترديني ضحكة ونسمى انني لا قادر نحكمه كيف تقول ممي حين تسمى فش كان الخروج تقول لهم مرتك سيبة مرتك لم ترديني حكمها كون كان خوك داع كون كان خوك فعل كون كان خوك تركه ومك يرضى ومسكين من أمه لا تقسر لي وما تقسر أمه انا لم يكذب لكم راجل اعرفه كيف يريدني لان انا نرى ما يفعله مثلا الفلوس كثفتهم لي تخبي يعلمه وهذا الشيء الذي كثفت لي يقدمه قليلا لكي لا تعرف ايش انا بالضبط ماذا نأخذ ويقول لي اخوذي هذا الشيء اللي بغيتي ولكن في امور اخرى لا يستطيع فهمني لكي نعودلو على المشاكل ديالي معاك يقول لي وصافي غمضي عينيك وانتي مناطل العقال وما بخا قدمها فاس نقول لي اعطيني الوقت اعطيني مثلا شهر 12 شهر ربعا ديال العام 2027 المهم نعرف واحد الوقت لا تخلينيش هكا انا رضي بره مزوجة عامين وزيادة عامين وزيادة ما كينتشي جادين عامين وزيادة ونساكناه عامين وزيادة راجلين مدخلش المغرب كنديم معا غير فلانتغنان اني كنقول لي غير موعد دير معايا غير شي حال ما بغي دير معايا احتشي حاجة كل موحدة اللي كيقول انتا الله اعلم انتا الله اعلم كيقول لي داركم بها تذهب لها السيري ما تباتيش وما تطوليش يعني سيري هكا في الصباح هذك الربعات العشية يرجعي في حالتك وانا كيباش تذهب مع داركم بصفة نهائية ما تقول لي هاش لي اليوم البنات تالفة تالفة وما تليس عارفة ما ندير كيباش نبقى سماع عقوزة صافي تشجيت وتقهار توعيه تحليات الصح لانا اعقوزة لا تقوم بها تصرفات تصرفات صراحة لا تداروش لا شعون لكم البنات ما تقول لي تخسلي غيل معن خاصة هذا البنت ونطلع عن الباني وحتلت طروازة ونخسر في المعن هذي الغسيل دي الناس المساكن لا تكون عندهم الماء هذي الغسيل دي الابانيوات لا تخسليش مرابيني ديره غيل طياب والماء وبشار بي اما زي ما تصبني بيه انا مستحيل واحد المرة قلت له شوفها خالتي هذا الشيك يجي في الماء انا نخلصه قلت لي بني غتخلصي ماك انتي خدامة يقر يخلصه ولدي ي وبحال في حقق قلت لي لماذا نضيعه الموحنا كالمفلعونة ايهو الكي لك المفلعونة انا هذه المفلعونة هذا اللي لديها تقلتها وعوتها حت بقي لحد الان مبغاش نصرطلي ومبغاش نزاليا من حلقي ايهو الكي للمفلعونة وانتي عندك المفضار اليوم البنات دقت بي وعيتهم اللي تمتلي تعرفها ما ندير العقوزة كتبتل كتشكم سبنيني انا لي ممزيانة شو لك انا كنضيع ويلا بقيت هاكا غدا نخج لها لولدها ونضيع لي مستقبله اللي كيبني فيه واشا البنات هادشي اللي كنقول لكم فيه عندي فيه الحق ولا الله واشا البنات يعقل ان مثلا الدخلي الطيبي وتبدأ تعبر لك الزيت وكون شي مسدود واشا البنات يعقل ان الملحة الملحة اللي كتتسودرهم كتحط لك هادك شي اللي غدي الطيبي بي بالضبط وكي لم يعملني اتجاج لا تغسر بالملحة والحامدة حتى لديها كتحطوا لي قزفر ما فيه ميتكال ونهار اللي اقوزي كالطيب بالضبط لا نأكل لا نأكل لن أخرج ابقى حظياني انا مرش كيفاش نصرفنا اهل بناتها حييت ومليت وانا ما كراش نمشي لدارنا ونسلنا الراجل ولكن كيف ماتلكم الراجل يقولي يا لما مشيتي الله يعوني ويعونك إنك لم يتطلق للمرة الثانية وكيف ماتلكم في الأول وكانت متزوج ومعنى اخطبت الموضوع مختلف وانت ماذا لا تزوج فعلا وكانت عارفه ما تدير الراجل كان بغيه ماشي مكان بغيش كان يشعر بيه اه وكانت قول انه لم يتفلل ليا على مقادن لن يوجد سبب لكي يتفلل ليا ليس بلا بيه انا ساكن معه ابنت خطائية انا اه كانت تعاون معه وكانت قول ذلك ولكن زاميله لم يتفلل لكي يوجد ايها يعني ليس شعر واحد ليه مولا وكانت قلت مخرجة لي فعودي ولم تبقيتش قد نصبر معها وكانت العرفة عام من انا سابقه سوب شهر عام وانت عارفه هو يقول ان يقدر ان يقوم بها وانت لا يعرف كان قلته غير رحلية ويقول لي ايه السبب السبب الحقيقي وانت لديك شعور وانت ايه كان موقع لك شعور يقول لي ما كان حتى شيء حاجه غير أمور ما زال محقق صار فيه البنات ماتلي تحرفه ما ندير ماتلي تحرفه ما ندير هذا الشيء لاش جيت اليوم وعود لكم قصة وكانت مننا منكم انكم تنصحوني وتقول لي وضبط اشنون دير الحاصل هنا ثلاث قصنا اللوله بتنساوش تخليوا الارا وتتعليق ديركم صاحبة القصة واتنساوش طبعا لما التعليق زمينا ديركم وعنا يا الاميرات ديالي ما بقالي إلا نقول لكم واسخدش بكم اتلقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم